أهلاً بكم في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي في موضوع الصلاة دعا قداسة البابا فرانسيس في حديثه إلى المؤمنين الناطقين باللغة العربية المتواجدين في ساحة القديس بوتروس في الفاتيكان إلى التأمل في صلاة إلية حيث يقدم لنا الكتاب المقدس إلية رجلاً مؤمناً نزيهاً كما دعا قداسته المؤمنين لأن يصلوا المسبحة الوردية فهي أجمل صلاة يمكن أن نؤديها وأضاف أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمرضى والمتعلمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تأمل كداست البابا اليوم في صلاة إليا في إطار تعليمه في موضوع الصلاة قال كداسته يقدم لنا الكتاب المقدس إليا رجلاً مؤمناً نزيهاً لا يساوم مع كوى الشر رمزه النار وهي صورة لقدرة الله المطهرة امتحنه الله ومر بشدائد كثيرة وظل أميناً إنه مثال لكل المؤمنين الذين يمرون بالتجارب والألام لكنهم لا يتنزلون عن الغاية السامية التي ولدوا من أجلها كانت الصلاة الرحيق الذي يغذي وجوده باستمرار وهو رجل الحياة التأملية وفي الوقت نفسه رجل الحياة العملية إذ كان مهتماً بأحداث زمانه ولم يكن في حياته ازدواجية فواجى حتى الملوك وقومهم وكان في حياته الروحية تطور فنمى وازداد مقدرة على الصلاة إلى أن رأى وجه الله الذي ظهر له في نهاية مسيرته على جبل حريب وكان إذ ذاك هارباً من وجه الملوك محبطاً وخائفاً فأعاد الله إلى قلبه الهدوء والسلام وأنهق داست الباب تعليمه قائلاً هذه هي قصة إلية لكن يبدو أنها كتبت لنا جميعاً قد نشعر أحياناً أننا وحدون ولنفعى لنا إذ ذاك الصلاة هي ملجأنا حتى لو أخطأنا أو شعرنا بالتهديد والخوف لنعود مثل إليه أمام الله في الصلاة وسيعود الصفاء والسلام إلينا والآن تحياتو الباب باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية صحيح وإنها تحياتونا من أجل الموت ويساعدنا من أجل الموت ويساعدنا من أجل الموت أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية نحتفل اليوم بعيد سيدة الوردية المقدسة أدعوكم أن تصلوا مسبحة الوردية وأن تحملوها بين أيديكم أو في جيوبكم إن تلاوة المسبحة الوردية هي أجمل صلاة يمكن أن نقدمها لمريم العذراء وهي تأمل في مراحل حياة يسوع المخلص مع أمه مريم وهي سلاح يحمينا من الشرور والتجارب ليبارككم الرب جميعا